البداية هتكون من صفر فريق النادي الاهلي إلى المملكة العربية السعودية وزي ما أنا لحضراتكم في الحلقات السابقة برنامج الفريق استعدادا لأولى المباريات يوم الجمعة المقبل النهاردة كان فيه تدريب صباحي على ملعب مختار التكش بالجزيرة اختتم مرسل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي التدريبات صباحي اليوم تدريب شمل على بعض الفقرات الخططية والفنية والبدنية وفي إطار كمان التحضير لمشاركة 23 لاعب هم قوام قيمة فريق النادي الاهلي في كأس العالم للأندي بالإضافة إلى ذلك يمكن تم الاستعانة بخمس لاعبين عشان تكون قوام البعثة 28 لاعب وده كنا ذكرنا قبل كده أن مرسل كولر لما هيسافر مش هيكتفي فقط بال23 لاعب لأن انت من النهاردة لغاية يوم الجمعة اللي جاية أو يوم الخميس تحديدا لقدر الله يعني إذا كان فيه إصابة بتمنع لاعب من المشاركة في البطولة لك الحق أنك تستبدل لاعب فيه قبل المباراة الأولى بـ 24 ساعة كمان نقطة تانية كولر كان بيفكر أن إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونوصل لغاية اليوم الختامي يوم 22 ديسمبر فوقتها الأهل هيطلع من المملكة العربية السعودية على الإمارات العربية المتحدة عشان يشارك فيه بطولة السوبر للأندي الأبطال وبالتالي مش هيبقى فيه وقت ترجع القاهرة وفي نفس الوقت ما يفعش تبقى سايب الفريق أو بعض العناصر السليمة إلا ما فيهش الحمد لله إصابات في القاهرة حوالي أسبوع 10 أيام بدون تدريبات مع الفريق في الفترة الحالية فلذلك كانت هناك فكرة إن الأهل يسافر بـ 28 لعب ولو كانت الظروف سمحت بالسفر بـ 31 لعب كان هيحصل ده لكن طبعا كنا نعرفين إن في اللحظات الأخيرة تم استبعاد طبعا أحمد عبدالقادر تم استبعاد كمان محمد الضو كريستو اللعب التونسي الشاب بالإضافة إلى ريدا سليم نتيجة طبعا الإصابة اللي قلمت بيهم في الفترة الأخيرة نتيجة إصابة في العضلة الخلفية الحمد لله يمكن اطمأننا النهاردة على تواجد يعني كريم ندفد محمود متولي ما كانوش موجودين في التدريبات في الفترة الأخيرة إلا على فترات نتيجة بعض الإصابات وكانوا بيقدوا برامج تأهلية لكن النهاردة بما إن محمود متولي وكريم ندفد سفروا مع الفريق يبقى بالتالي الحمد لله ما فيش فيه أي مشكلة وهيكونوا موجودين في التدريبات الجامعية لذلك كولر مسافر السعودية بـ 28 لعب بعد التدريب كان فيه غدا في النادي بعد كده التحرك إلى مطار القاهرة يمكن في اللحظات اللي أتكلمكم فيها دلوقتي الفريق وصل بسلامة الله إلى مطار جدة وصل الحمد لله أو وصلت بأسة النادي الأهل الحمد لله إلى مطار جدة ويمكن بقى الإجراءات الإدارية والإجراءات اللوجستية في المطار مش هتستغرق وقت طويل كمان فيه وفد من الاتحاد الدولي فيه بعثة إدارية كانت سبقت الفريق بـ 24 ساعة عشان التحضير لكل الإجراءات على طول إن شاء الله المسافة من المطار لفندو الإقامة مش هتستغرق أكتر من نصف ساعة عشان الفريق يصل يصل لفندو الإقامة ويكون فيه راحة النهاردة إن شاء الله عشان من بكرة يتم الاستعادات بقى تدريبات واجتماعات وأمور كتيرة جدا قبل مباراة اتحاد جدة فرصة كويسا النهاردة بنكلم في الاتنين فهناك 72 ساعة للجهاز الفني للتحضير لمباراة اتحاد جدة